يعني اللي عشان واحدة حلوة دايما نديها اتهام خلينا نفرق ما بين مسائلين مشهورين قوي من كتر خطابها بارد واللي عايز الجميلة يدفع مهراها اي ده انا اومار اسمعه ده الحقيقة دايما ده جديد معلمني المثل ده استاذي يعني واستاذ الكل استاذ الدكتور يحيى الرخاوي كان دايما يقول لنا المثل ده انه الجميلة اللي حاجة بتوصفيها دي اللي عايزها لازم يكون قادر يدفع مهراها جميل ثقافة تعليم فلوس يعني يقدر يصرف عليها يقدر يصرف على وجوده او تكافه زي ما بيقوله انه نبقى ماتشنج مع بعض احنا نافعين ما هو ماشه هينفع حضرتك الجميلة اللي احنا كان معالية تتجاوز واحد فاشل يعني الامور ما بتمشيش كده فيه مثلا تاني بيقولك حظ بالكبش يعني هي ممكن تبقى جميلة بس شخصيتها مش حلوة او هي شبه البناء دم اللي جاي احنا مش بنتكلم على دي هانكيو احنا بنتكلم على الجميلة شكلا جماعة بان النهاردة قصة هي قالت انا على قدر انا هعلق على كزا حاجة في القصة على قدر كبير من الجمال دي اللي حنا كان معالية لقتي اللي بعدها بقى اولها لك بس بعد ما حركت خلاصي نقطت فاللي انا عايزة اوصلوليك يا سالي انه فكرة الجميلة هنا اصد الست اللي تستاهل فالشروط اللي حضرتك بتتكلمي عليها هنا هي انه الراجل اللي كمان ينفع يرتبط بهذه الست ونفس الحكاية للراجل يعني انا مش بقول ان الستات بس كده مش كل فيه راجل يتقلوا بالدهب يعني فيه رجالة بيتقلوا بالدهب فتلاقي ان الاختيار لوحدة ست مطلعة عينيه يا رضوة انت كده بتقولي انيه لو ما لقيتش تفضل مستنية انت عايزة تفضل مستنية ما جيتش سيرة المستنية ولا مش مستنية انا اللي بقوله دلوقتي انا لو ما لقيتش الكلام اللي تعملاته ايه ده كله انه سوق الاختيار وعدم الاختيار وعدنا اماكن اه وعدم الاختيار لهم نتايج وعدنا محكمة الاسر لو انا مش قادرة على ان انا ابقى لوحدي اكمل حياتي عزباء اذا انا وضحة مع نفسي انا هعمل اختيار لراجل ممكن يكون اقل حظا مني اتنازل اصدق يا فندم لحظة واحدة خلاني واضح انا عايزة اعرف قلت انا هعمل اختيار الاختيار هنا هو اختيار بناء على معلومات بنسميه informed decision يعني قرار بناء على معلومة انا عارفة ان زوجي اقل مني مديا ده بما معناه برضو تنازل انا مصممة على المصطلح ده تتنازل لحد امتى يعني هاخد اقل مني ايه وايه وايه اولا انا ما جبتش كل مدينة اللي اخترت فيهم ما هي هي فما تلبسيها لي هي هي بتكلم يا رضوة انت بتعرف ان هو جايبك كلام كده هي هي خالص لما انا هاخد واحد اقل مني في حاجة ما انا تنازلت عن طموحي وعن الحاجة اللي زي لو اديتيني بس فرصة اقولك اللي انا عايز اقوله اللي انا عايز اقوله لك انه انا هنا انا اخترت حاجة تانية في الراجل ده شفتها اكثر اهمية وعرفت يعني تنازلت عن حاجة عشان اختر حاجة تانية وعرفت مقدار نفسي هي هي لا لانه انا عارفة ان انا مش هقدر اكمل لوحتي دي قدرتي فعملت ايه مش كل الستات زي بعض مش كل الستاتي لها نفس الهتياجات انا مش محتاجة راجل في حياتي انا مش هقدر استحمل واحد نقصه اي حاجة من طلباتي